اهلا بكم اهلا تنظيم القاعدة مقتل اثنين من اعضائه بينهم قيادي بارز يحمل الجنسية السعودية في غارة شنتها طائرة امريكية بدون طيار نهاية فبراير الماضي بمحافظة مارب وبحسب موقع سايت المختص في رصد انشطة القاعدة اقرى التنظيم في بيان له بمقتل القيادي حمد بن حمود التميمي المعروف ايضا باسم عبد العزيز العدناني في غارة استهدفت منزله بمأرب في السادس والعشرين من فبراير الماضي واشهر بيان القاعدة الى ان التميمي كان مسؤولا اعلاميا في التنظيم واقام في السابق بادارة عمليات خارجية لافتا الى ان اعلاميا اخر يدعى ابو ناصر الحضرم قتل في الهجوم ذاته في سياق اخر توعدت ميليشي الحوثي بشن جولة تصعيد عسكري واسع ردا على تعثر مفاوضاتها مع السعودية التي تجري بوساطة عمانية منذ اشهر وقال القيادي في الميليشيا محمد البخيتي في مقابلة مع قناة الميادين ان المفاوضات لم تنجح بعد ولم يبقى الا خيار واحد في المرحلة المقبلة يتمثل في جولة عسكرية واسعة واشر الى ان المفاوضات بين السعودية والميليشيا كانت قد حققت تقدما كبيرا جدا متهما امريكا وبريطانيا بالتدخل وتجميل ذلك التقدم بين الطرفين حسب تعبيره الى ذلك طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه اهدار ميليشيا الحوثي فرص تحقيق السلام في اليمن ودع العرادة خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن ريشارد اوبنهايم الى الضغط على الميليشيا لوقف تصعيدها الميداني وتهديدها لحركة التجارة العالمية والممرات المائية الدولية وبحسب وكالة السبأ بحث الجانب عن اخر التطورات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري واستمرار الحوثيين في تصعيدهم العسكري وشن الهجمات على المنشآت الحيوية وتدعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والانساني وعملية السلام ميدانيا قالت مصادر عسكرية ان قصفا عنيفا جرى بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي جنوب محافظة مأرب وشرقية محافظة ابيان واضحت ان جبهة حريب مأرب شهدت قصفا مدفعيا متبادلا جرى بين قوات محور سبأ وميليشيا الحوثي حيث افادت مصادر اعلامية باصابة قائد اللواء الثالث عشر مشاف القوات الحكومية العميد اكرم الاديمي جراء القصف الى ذلك شنت الميليشيا قصفا عنيفا بالاسلحة التقيلة والمتوسطة على مواقع قوات الجيش في جبهة الحلحل بابين عقب زيارة اجرتها قيادات عسكرية حكومية وسعودية لجبهة الثرى في مديرية لودر في غضون ذلك اصيب مدنيان اثر انفجار لغم زراعتهم ليشيا الحوثي في مديرية التحيطة بمحافظة الحديدع مصادر محلية قالت ان الشخصين اصيبا بجروح اثر انفجار لغم في محيط محول بلكم شرق مديرية التحيطة مشيرة الى انهما نقلا الى المستشفى لتلقي العلاج وكان المرصد اليمني للألغام وثق مقتل 42 مدنيا واصابة 61 اخرين جراء انفجار ألغام حوثية ومقذوفات من مخلفات الحرب منذ مطلع يناير وحتى منتصف فبراير الجاري غالبيتهم من النساء والاطفال نهاية الموجاز الى اللقاء اشتركوا في القناة